اشتركوا في القناة من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له رواه البخاري ومسلم الملك ينادينا ملك الملوك ينادي عباده الغني ينادي الفقراء القوي ينادي الضعفاء ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هذا فضل عظيم هذه عناية بالغة من الله بالمؤمنين هذا تكريم رفيع من ملك الملوك لهؤلاء الفقراء الضعفاء الحديث في ترغيب وتحريض على الدعاء والاستغفار وسؤال الله في هذه الساعة المباركة في ثلث الليل الآخر كل ليلة ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته لا نشبهه بالمخلوقات وليس نزوله كنزولنا معاذ الله بل له الأفعال يفعلها كما يليق بجلاله وعظمته فاستوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته ويأتي يوم القيامة اتيانا لفصل القضاء يليق بجلاله وعظمته نثبت ما أثبته لنفسه ينزل ربنا الرحمن على العرش استوى وجاء ربك يأتي ربك نثبته من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكيف ولا تعطيل ولا نتأول فنقول استوى استولى ونزل نزلت رحمته وأتى أتت ملائكته وإنما كما أثبت لنفسه الإتيان والمجيء والاستواء والنزول وغير ذلك من الصفات فقد ثبت أنه تعالى يضحك عز وجل ضحكا يليق بجلاله وعظمته وهكذا سبحان يستجيب من دعاه يعطي من سأله يغفر من استغفره يغفر لمن استغفره وهكذا من العباد دعاء وسؤال واستغفار ومن الله إجابة وإعطاء ومغفرة سواء كانت جلب مسار أو دفع مضار جلب أشياء تسر أو دفع أشياء تضر يسأل العبد أشياء تسره ويعطيه الله المغفرة يسأل دفع أشياء تضره الذنوب يغفر الله جاء في رواية لمسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلم الله ليس فقيرا كما قالت اليهود عنه ولا ظلوما لا يعطيه بل هو كريم معطاء بل هو كريم يعطي سبحانه والحديث السابق في صحيح مسلم تحريض على الطاعة تحفيز العباد على العمل وكذلك تشجيعهم بهذا الثواب من يقرض الله الله لا يحتاج للقرض لكن لتكريم عباده المتصدقين سمى صدقاتهم قرضا فهو يقول لهم إنه مضمون وإنه سيعاد إليهم مضاعفا لن يضيع لن يماطلوا صدقتكم وصلاتكم وصومكم وذكركم أجرها مضاعف عليه سبحانه سمى صدقاتنا قرضا ملاطفة للعباد وتحريضا لهم على الصدقة ومؤانس ومحب لهم حتى يبادروا إلى الإنفاق ويفرحوا فإنه سيأتيهم خير عظيم أليس أهلا أن يحب سبحانه على هذا الكرم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر لا يجد الله غفور رحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم في الحديث القدسي والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم هذا في الحديث النبوي وفي الحديث القدسي أنه سبحانه وتعالى يقول أنه سبحانه وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني لا أعطيت كل واحد مسألته الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يعفو سواك في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء العنان السحاب ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقراب يا مغفرة شباب يقولون وقعنا في فواحش فتيات يقولنا انتهكنا حرمات الله كبار في السن يقولون ما تركنا معصي إلا فعلناها هل من توبة؟ هل من حل؟ هل من فرج؟ هل من رجاء؟ نعم باب التوبة مفتوح لا تتردد إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب يعني قبل الموت إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فيا من شاب وما تاب أموقن أنت أم مرتاب؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ أما وعظتك العبر؟ أما كان لك سمع ولا بصر؟ إلى متى هذا التواني؟ يا مغرورا بالأماني إلى متى هذا التقصير؟ أما علمت أن العمر قصير؟ ولم يبق منه إلا اليسير وإلى القبر سوف تصير فتزود للسفر يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفه يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفه حمل الذنوب على الذنوب الموبقاتي وأسرفه وقد استجاره بحسن عفوك من عقابك مذجفه رب عفو عنه وعافه فلأنت أولى من عفه اللهم اغفر لنا وسامحنا تب علينا واسترنا ارحمنا نحن عبيدك الخطاء